اشتركوا في القناة الإعلامي المقتدر السيد محمد بن اعتمان بن ناني هو من أصول فاسية وكي تعد من جيل الصحفيين لأوائل بالمغرب اللي حصلوا على ديبلوم الصحفة بعد تخرجه سنة ألف وتمية وستين رفقة الأستاذين محمد العربي المساري ومحمد الماجدولي من المعهد العالي للصحفة بالقاهرة كان كيتميز بصوت رائع وفصحة في اللسان الشي اللي كأعطي لنشرات الأخبار التلفزية آنذاك نكاة راقية اشتغل في الإداءة الوطنية كان كي قتم صهارات السبتة الهمومية وانتج عدة تبارميز في أواصل الستينات والسبعينات برنامج مشاكل وحلول وبرنامج هذا الحدث بالإضافة لهذا كان كي عشق الرياضة وكي حب فريق المغرب الفاسي وقام بالتعليق على عدة مباريات ومن أبرز لأنشطة الرياضية اللي قام بتغطيطها رفقة المرحوم محمد الغربية والحسين الحياني والحسين باشا البطولة العربية اللي احتضنا تطهر البيضة في سنة 1968 سيشتغل مدير للأخبار بالتلفزها وكان محمد بن ناني كتميز بالكتابة الصحفية جيدة من خلال كتاباته المتنوعة مقالات تحليلية استجوابات تحقيقات وصفحة الأخيرة بجريدة العالم سنوات الستينات كما سبق لي تلقى دعوة كمدير للأخبار من طرف وزارة الإعلام الكويتية سنة 1971 وهناك بتقديم النشرة المتلفزة الرئيسية على شاشة التلفزة الكويتية كما قد تم سهراء عن المغرب اجتملت على كبار فنانين المغاربة وتخلل لتهدى السهراء معلومات عن المغرب وبنشاطه المعهود في الحقلين الإذاعي والتلفزي قام استمر حتى 1974 بحيث غدية غادر للاشتغال في القطاع الخاص سيبنني من الأسماء الإعلامية التي تألقت الستينات والسبعينات من القرن الماضي وما يمكن تسجيل هذا الفتراز الثمانية إنسى الإسم دياله أحبائي حتى انتقوا في كبسولة قادمة بحول الله مع قوته خالص الود والتقدير